السلام عليكم الله يسهدواتكم وأهلا وسهلا بفيديو جديد من فيديوهات نوفرتك بالرغم من وجود عدد كبير من ميزات الأمان الموجودة ضمن الأنظمة المبنية على لينوكس إلا أنه واحدة من أهم ثغرات الأمان وأخطرها اللي واحدنا ممكن أنه ما ينتبه لها هي وقت اللي منكون عمالنا نتعامل مع الملفات سواء اللي قمنا بإنشاءها بنفسنا أو اللي نزلناها من الإنترنت بمعنى تاني أنه وقت اللي أنا بعطي لمستخدم صلاحيات الوصول أو تعديل ملف أو مسار معين وهذا المستخدم بالأساس ما لازم يكون فيه عنده هاي الصلاحيات هلأ هذا الموضوع ممكن أنه بعضنا يشوفه من البديهيات أو ما ينتبه له بس هاي النقطة بالأساس هي اللي بتتمييز لينوكس عن غيره من أنظمة التشغيل واللي هي أنه أنا في عندي تحكم كامل ومطلق بكافة الملفات والمسارات والصلاحيات اللي أنا بعطيها لأي ملف أو مسار طيب البداية خلينا نشوف شو هي مجموعات الأذونات وكيف بتتأسم وبتتوزع وبعدين منشوف شو هي الأذونات وبعدين منشوف مثال مباشر وحي على هاي الأذونات والمجموعات بالنسبة للمجموعات فهي بشكل أساسي عبارة عن ثلاث مجموعات المجموعة الأولى هي مجموعة الملاك أو الأونرز اللي بتشمل كل مستخدم قام بإنشاء هذا الملف أو المسار أو المستخدم المالك للمسار عطى هاي الصلاحية أو ضاف هذا المستخدم الثاني لأنه يكون هو أونر لنفس الملف أما بالنسبة للمجموعة الثانية اللي هي مجموعة المستخدمين اللي كلهم عندهم صلاحيات وصول لملف أو مسار معين مثل ما منعرف أنه نظام لينوكس هو نظام متعدد المستخدمين فأنا اليوم ما رح نحكي عن هدول المستخدمين عن المستخدمين أو المجموعات بس أنا إذا كان في عندي أكتر من مستخدم عمالهم يستخدموا النظام فممكن بكل بساطة أن يشيب هالمستخدم واحد واثنين وثلاثة ضيفهم لمجموعة واحدة هاي المجموعة أعطيها صلاحيات معينة فهذا هو النوع الثاني من المجموعات أما المجموعة الثالثة فهي تشمل كل المستخدمين سواء كانوا مالكين للملف أو للمسار سواء كانوا موجودين ضمن مجموعة أن عطيها صلاحيات مالك أو مستخدم أو أكس نوع من البرميشنز أو أي مستخدم تاني ما له موجود ضمن أي مجموعة من المجموعات طيب بعد ما شفنا شو هي المجموعات خلينا نشوف شو هي الأذونات بنظام لينوكس أنا في عندي ثلاث أنواع أساسية من الأذونات الإذن الأول اللي هو القراءة الريد بهذا الإذن المستخدم سواء كان مالك أو مجموعة أو غيره إذا أنا أعطي صلاحيات أنه يقرأ هذا الملف أو المسار فرح يكون قادر أنه يشوف محتوياته أما النوع الثاني أو الإذن الثاني فهو إذن الكتابة وبهي الحالة وقت اللي بعطي المستخدم أو المجموعة صلاحيات كتابة فهو رح يكون قادر أنه يعدل محتويات هذا الملف أو أنه ينشئ مسار جديد ضمن المسار اللي فيه له صلاحيات أو إذن كتابة أما بالنسبة للإذن الثالث اللي هو أخطر واحد من الأذونات اللي هو إذن التنفيذ الـ Execute هذا الإذن لازم يكون حريصين جداً وقت اللي بنعطيه لأي ملف هذا الإذن بنعطى لملفات بشكل عام ولا مرة شفت أنه فيه واحد بيعطي إذن الـ Execute أو التنفيذ لمسار لأنه بالعادة الملف اللي أنا بدي نفسه هو بيكون عبارة عن ملف نصي موجود ضمنه بعد بعض التعليمات اللي بتساوي لي خطوات معينة أو بتعمل لي شيء معين هلأ رح نشوف نسال عليها فأنا لازم يكون حريص وحذر جداً وقت اللي بيعطي الملف أو الـ Execute إذا أنا كنت منزل سكريبت معينة من الإنترنت لازم يكون حريص جداً قبل ما أعطيها إذن التنفيذ لأنه ممكن يكون في شيء واحد حابب يعمل معك بسها يكون عامل لك سكريبت بسيطة وصيفتها بكل بساطة أنه تمحي لك كل محتويات النصار فإذا أنت رحت وعطيتها إذن التنفيذ ونفذت أو فتحت هاي السكريبت على الدنيا السلام والعوض بسلامتك ترجع بتنزل نظام من أول وجديد المهم هلأ خلينا نشوف بعد ما حكينا عن المجموعات والأزونات كيف أنا فيني شوف شو الأزونات اللي ممنوحة لك الملف في عندي طريقتين إما مساويها من خلال الواجهة الرسومية فأنا إذا في عندي مدير الملفات خلينا ننجي لمدير الملفات هون بيجي لأي ملف بضغط عليه بالزر اليمين وبروح للخصائص وبيجي للبرميشنز وشوف هون أنه في عندي الفيو اللي هي الريد عندي الشينج كونتنت اللي هي الريد وعندي الاكسكيوت اللي هي التنفيذ فمثل ما اللي شايف أنه الريد معطي للكل الكتابة معطيه بس لمالك الملف والتنفيذ ما في ولا شخص بالأساس هو هذا الملف اللي نحن فتحناه هو بس عبارة عن ملف ما بيعمل أي شيء فما في داعي بالأساس أنه يكون فيه إلو خصاصي إذن للتنفيذ بس إذا شفت السطرين اللي فوق أو الخانتين اللي فوق الوزونات اللي هنن المجموعات فرح شوف أنه الأونر اللي هو صاحب هذا الملف اللي هو أنا بحالتي وبالنسبة للجروب اللي هي اليوزرز اليوزرز هاي مجموعة بيتم إنشاؤها مع كل توزيعات لينوكس أنا كلما أعمل تنصيب لنظام لتوزيعات لينوكس عفوا أنا كلما أعمل تنصيب لتوزيعات لينوكس فرح يكون في عندي مجموعة يوزرز طيب بس أنا شايف هون أنه هدول الخانتين معلمين بنون رمادي أو بنون باهد فما فيني عدلهم في حين أنه الخيارات التانية اللي هي الوزونات ممكن أني عدلها ليش هدول اتنين ما فيني عدلهم لأنه هدول بالأساس لازم يكونوا عن طريق الروت يوزر لازم يكون في عندي صلاحيات روت لحتى عد غير من صاحب الملف أو المجموعة اللي هو فيها هلأ هاي الطريقة واحدة بس الطريقة اللي أنا بستخدمها التسعة وتسعين في باصل تسعة وتسعين بالمئة من الحالات هي عن طريق الترمينال منيجي للترمينال ومنستخدم التعليم الشهيرة الاس فإذا قلت له الاس رح يعرض لي محتويات المسار اللي أنا موجود فيه بالمناسبة لحتى تقصلوا على نفس شكل الترمينال اللي موجود عندي لا تنسوا تروحوا للفيديو اللي رح أتركه بالبطاقات بالكاردس وبسندوق الوصف اللي حكيت فيه كيف ممكن نحصل على هذا الشكل المهم منيجي هون منشوف أنه أول شيء اللي هي الأزونات خلينا ننسى حرف في عدد ومنجي للي بعدها في عندي بعدها ر حكس هذا الكاركتر لازم أني عامله على أساس 3 مجموعات اللي هنا 3 أحرف ر هي أول مجموعة بعدين عندي المجموعة الثانية والمجموعة الثالثة الر é read و nove 생각이 وتوضي وتوضي وعicht لماذا يتكون لدي ثلاث مجموعة؟ لأننا بالأساس حكينا بأن من بهذه조ر ثلاث مجموعة لدي simplethink fale Life ومدعت beside Groups 그렇 を innovations British يمين سوف نرى من الملف لهذا الملف أو المسار بهذه الحالة ومن الملف الموجود فيها طيب هلأ هاي طريقة لحتى أعرض هاي المحتويات طيب كيف أنا مثلا بدي أغير مين مالك هذا الملف أو أعطي صلاحيات ليوزر تاني خلينا أول شي نعمل ملف جديد بس رح نعمله إنه يكون مالك الملف هو الروت يوزر عن طريق السودو رح قل له سودو ورح أعمل ملف فاضي ملف نصي ورح سميه test.txt خليني أعمل ls طيب مثل ما اللي شايف إنه الملف اللي أنشأنا المالك هو الروت طيب أنا إذا بدي أغير الملكية بدي أعطيها لمستخدم تاني رح نستخدم تعليمه ch on بعطيه التعليمه لمين بدي أعطي هاد الملكية لمين بدي أنقلها بدي أنقلها إلي فبعطيه اسم المستخدم وبعدين شو هو الملف اللي بدي أعطيه اللي بدي أنقل له الملكية اللي قلنا هو test فوقت اللي كتبت هيك وقت اللي كتبت التعليمه شايف إنه ما سمح لي ليش لأنه بالأساس أنا لسه ما عندي ملكية لهذا الملف فقال لي operation not permitted فلازم أني سويها مع sudo بعدين بقل له change on ch on بضغط enter هلا إذا عملت ls مرة تانية رح شوف بالنسبة للتست صار الowner أو المالك اللي هو اليوزر اللي أنا عطيته اللي أنا حددته طيب إذا بدي أغير الصلاحيات أو الأزونات اللي ممنوحة لهذا الملف منرجع لملف التست شايف إنه هاد الملف في عنده بس صلاحيات قراءة أو كتابة لمفروض إنه هاد الملف هو عبارة عن script وأنا بدي أعطيها صلاحيات إنه أقدر نفذها فباستخدم تعليمه الثاني اللي هي change mode هلا مثل ما اللي شايف إنه هاد ناصو حرف ال x فبيجي بقل له change mode زائد x وبعطيه اسم الملف أو script بعطيه enter إذا رجعنا للs مرة تانية رح شوف إنه صار في عندي إذن التنفيذ ال x صارت موجودة طيب إذا بدي أحزف هاد الإذن بدال ما استخدم الزائد برجع لل ch mode بس بدال الزائد x رح قل له ناقص x قل له ناقص x واسم الملف برجع لل ls بشوف إنه ما عاد في عندي ال x تمام ما عاد في عندي ال x هلا هاي واحدة من الطرق اللي بتسمح لي إنه غير أزونات الملفات والمسارات الطريقة التانية الأزونات بيرمز لها بأرقام فالr اللي هي قراءة لها الرقم أربعة الw اللي هي الكتابة لها الرقم الثنين والx اللي هي التنفيذ لها الرقم واحد فإذا أنا في عندي أربعة قراءة اثنين كتابة واحد تنفيذ هدول مجموع هون سبعة أنا إذا بدي أعطي أي ملف إذن معين فممكن إني حددها عن طريق الأرقام بس هاي الأرقام لازم إني أكتبها للمجموعات الثلاثة مثل ما حكيت إنه أنا عندي مجموعة 2 ثلاثة فلازم يكون في عندي رقم لكل مجموعة فمنيجي للملف اللي عندنا اللي هو ملف التست لنقول إنه أنا بدي أحذف كل الأزونات اللي موجودة فلحتى أحذف إذن بعطي الرقم صفر يعني ما في أي اسم فإذا قلت له تشينج مود صفر 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 بالنسبة لمجموعة المالك واليوزرز والباقي الكل قلت له صفر 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 واسم الملف ويقوم بعمل له اسم مرة تانية بشوف إنه ما عاد في عندي أي صلاحيات طيب لنقول إنه أنا بدي أعطي صلاحيات قراءة كتابة بس للمالك وأعطيه بس قراءة مثل ما موجود بالملفات الثانية للغروب الثاني والغروب الثالثة فبقل له تشينج مود بالنسبة للقراءة والكتابة مثل ما قلت هي أربعة زائد اثنين بيعطيني ستة القراءة الحالة هي أربعة والقراءة كمان أربعة للمجموعة الثالثة أعطيه اسم ملف وبرجع بشوف إنه صار في عندي قراءة كتابة قراءة قراءة إذا إلنا بدي أعطي قراءة كتابة بالنسبة للمجموعة الأولى للأونر وبعدين قراءة وتنفيذ للمجموعة الثانية وبس قراءة للمجموعة الثالثة فبستخدم الستة بعدين في عندي أربعة قراءة وواحد تنفيذ خمسة وأربعة تستخدم فهلا إذا عملت الاس سوف نرى إنه الأونر في عنده رو بالنسبة للمجموعة الثالثة في عندي رو وبالنسبة للباقي في عندي بس القراءة فهيك بنكون شوفنا شو هي المجموعات وشو هي الأزونات هو الموضوع بسيط بس رجاء 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 لا تستهينوا بهذا الموضوع وخاصة وقت اللي بتكون عمالك تنزل أو تحمل أي سكريبت من النت إذا ما كنت منزلها من موقع مضمون أو ما بتعرف مين الشخص اللي عامل هاي السكريبت وعماله يقول لك إنه عطيها أزونات للتنفيذ لا تعمل هذا الشيء قبل ما تطلع على محتوى السكريبت وهيك بنهاية الفيديو إذا عجبكم المحتوى مثل عادة لا تنسوا تتركوا لي بالتعليقات آراءكم لا تنسوا الاشتراك بالقناة بالنسبة لغير المشتركين أما المشتركين فشكرا من كل القلب وأنا فعلا فخور فيكم ولا تنسوا مشاركة المحتوى مع أصدقائكم بلتقي فيكم بالفيديو الجاي وبأمان الله اشتركوا في القناة